السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبات وطالبات الصف السادس الابتدائي ما وعدنا النهاردة ان شاء الله تعالى محل بيج 13 صفحة 13 من كتاب المدرسة عشرين تلاتة وعشرين نبدأ بسم الله اه ايه عندي بقول لسيركل ذا ادوارد الادوارد ليه الكلمة المختلفة واستبدلها وذا كوريكت وان بواحدة صحيحة كمان وقاعد كتابة كوريكت سنتينس او سنتينس يعني قاعد كتابة الجملة الجملة صحيحة يبقى عندي هنا الجيب لجملة وفيها خطأ طبعا وكل جملة ايه هنطلع منها الخطأ نحط عليه دايرة وبعدين نصحها هكتبها كاملة صحيحة يعني تقدمي الى الصبورة الاجابة الصحية يعني تعالي الى الصبورة ساعة ما اتلاها اه تقدمي الى الامام بس هنا طبعا ايه مونة تعالي للصبورة الشكل قدام مني يبقى ايه مونة بليز كامتو ذا بورد يعني ان تقدمي الى الصبورة نكتب جملة صحيحة طبعا الكلمة المختلفة هيت وحنكتب مكانها كلمة بورد بس مونة بورد طبعا عندي هنا لما نجي نعطي تعليمات لحد والفعل في المصدر يبقى رايت مش روت يبقى هنا الكلمة المختلفة عندي هنا روت يبقى هنا رايت ذا لتر يعني كتبي ذا لتر دي الحرف دي على الصبورة يبقى نكتب كلمة ذا لتر دي ونكمل الجملة كلها للاخر الى عندي number three. I don't know why? او I don't know. لا اعرف why? لماذا? I am. طبعا هي قلت لها I am good? لا قلت لها I am sorry. طبعا هي الكلمة المختلفة عندي good. I am sorry Miss Dina. يعني اسفة Miss Dina. انا بعتذر عندي اعتذار للاحد او بقدم اعتذارها. فقول I am sorry Miss Dina. طبعا يا استاذة دينا. مش عارفة هيبه هنا سوري. نكتب كلمة طبعا الجملة كاملة. والكلمة المختلفة عندي هنستبدلها اللي هي هيبقى I am sorry يعني انا اسفة. بعد كده عندي number four. that's اوكي. حسن ولا يهمك? let me. دعيني. show. لا. let me. بيجي ده معناها الفرر في المصدر على طول. let me. بعد اللي هو عندي let me show. يعني دعيني اوضح او وبين you how. لك كيف? it's easy. انها ايه? انه سهل. او انها سهلة. that's okay. let me show. يبقى هنا show. بس يبقى كلمة مختلفة عندي show. اريكتب الجملة كلها كاملة. بعد كده عندي number five. yes I can't. اه طبعا هنا ايه? yes I can't. نعم اه انا ده استطيع. اه it's not hard. لا طبعا هي ما تلمش هنقدر. يبقى هنا ايه? اه it's طبعا too hard. انه صعب جدا. يبقى هنا نحذف كلمة not دي. ويبقى ما نكتب معها it's too hard. انه ايه? صعب جدا. نكتب الجملة كاملة. وبعدين نكتب ايه? اه كلمة too hard. two بعد كده الصفة. it's too hard. انه صعب جدا. يبقى هنا عندي طبعا كلمة ايه? اه طبعا too. يبقى yes صعب. yes نعم. اه قد لها I can't. لا استطيع. اه طبعا it's too hard. انه صعب. عزرا هنا في كلمة خطأ ما اخذتش بالي منها. اللي هي طبعا yes هنا في can't. يبقى هنا no فقط. هنا no. no I can't. لا استطيع. it's too hard. انه طبعا ايه? انه صعب جدا. يبقى هنا ايه? كلمة too. بعد كده number six. اتلاها come on. يعني تقدمت عالي. mona please. اتلاها please give up. لا طبعا ايه? اه اه اتلاها don't give up. don't give up. لا تستسلمي. متستسلميش. ما هي طبعا اتلاها ما مش عارفة اتلاها ايه? اتلاها come on. mona يعني تعالي اه طبعا ايه? اه يعني يا mona تقدمي للامام يا mona. please منفضلك don't give up. لا تستسلمي مش please. منفضلك بالكرمة اتلاها عندي please. نحط مجانا don't. بعد كده عندي طبعا بـ look at read and write through or false. طبعا بص طبعا انظر واقرأ واكتب كمان صح او خطع. حط false او t o a f. it's easy for mona to write the letter d. من السهل المونة انها تكتب حرف d لطبعا false. number two. miss dina shows mona how to write the letter d. يعني هنا miss dina شرحت او وضحت لمونة انها كيف تكتب الحرف d تمام تروه صحيح. سؤال number three. miss dina says it isn't easy to write the letter d. miss dina قالت انها ليس من السهل ان تكتب حرف d. miss dina هنا miss dina says it isn't easy to write the letter d. يعني false. miss dina wants mona to give up. او هي تريد مونة انها تستسلم. لا طبعا قدت لها don't give up. يبعنا false. بعد كده عندي page 14 صفحة 14 من كتال بالمدرسة 23. هنا قال لي طبعا وقت الكلمة عندي look and write. يعني انظر واكتب. هنا يجيب لي طبعا number one. الشكل في number one. واحد بيعمل low about it. يعني بينفق فقاعة. يبقى هنا اول واحدة number two. هنا number two. نبص number two. هنا بيعمل تعمل ايه number two. واحدة بتقشر برتقالة هنا بقى peel and orange. يعني هنا تقشر ايه؟ تقشر برتقالة. وهنا طبعا ينفخ فقاعة. بعد كده عندي number three. واحدة طبعا نبص للصورة number three. الوقت بيعمل ايه؟ بيعمل speak english. speak english. يعني طبعا يتهجه سوريا يتحدث الانجليزية. speak english. يعني طبعا يتحدث ايه؟ اللغة الانجليزية. لاجابة عندي طبعا هنا ايه؟ speak english. يعني يتحدث اللغة الانجليزية. ليه الصورة number four دي. طب number uh عندي صورة number three. number four بيقول لي say the alphabet. يعني يقول حروف الهجاء. يقول حروف الهجاء وهنا طبعا يتحدث اللغة الانجليزية. بتبني شوف number five. number five بيقول لي build a sandy castle. يعني بتبني قلعة او يبني قلعة من الرمال او من الرمل. يبني قلعة من الرمل. يبني قلعة من الرمل. build a sandy castle. طبعا عندي number six cut out a heart. يعني يقص قلب. يعني هنا يقص قلبا من مجلة يعني. هنا cut out a heart. يعني قص قلب من مجلة. وهنا build a sandy castle. اه طبعا هنا التيلة تنطق. يبني castle. sandy castle. يبني قلعة من الرمل. او من الرمل. هنا طبعا بيقول لي what are they don't? ماذا يفعلون? look and write يعني كمان ايه? اه انظر واكتب. طبعا جايب لي number one. he is throwing. he is throwing. يعني هو يرمي طبعا ابول كرة الان. يبقى he is throwing a ball. he is throwing a ball. يرمي كرة. يرمي الكرة يعني. number two she is counting. واحدة بتعمل counting to ten. يعني هي بتعدي الى عشرة. بتعدي من واحد لاثنين 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 لثلاثة اربعة لحد عشرة. يبقى هي is counting to ten. she is counting to ten. يعني تعد الى عشرة. number three he is catching a butterfly. he is catching a butterfly. يعني هو طبعا بيمسك فراشة. he is catching a butterfly. يعني هو طبعا بيمسك ايه فراشة. الصورة عندي number four. طبعا واحدة بتعمل تتهجة كلمة يبقى she is spelling a word. she is spelling a word. يعني هي تتهجة كلمة. هي تتهجة كلمة. عوزرا. يبقى اول واحدة عندي. he is throwing a ball. she is counting to ten. number three he is catching a butterfly. number four. she is spelling a word. يعني هو يتهجة او هي تتهجة كلمة. عندينا بيج اه 19. بيقولي conversation time. وقت المحاسة. read and the end number. اقرأوا رقم the sentences. الجمل in the correct order. يعني كمان في الترتيب الصحيح. يعني نبدأ نرتب اول حاجة في المحاسة عندي. هتبقى number number one. how many female pilots work for your airline? يعني كم عدد طائرين للناس الذين يعملون لشركة طيرانك او شركة طيران التي اه طبعا تعملين فيها. how many female pilots يعني كم عدد طائرين العناس. work for your airline. كم عدد طائرين العناس الذين يعملون لشركة الطيران. اه طبعا طيرانك. يبقى دي اول طبعا number one. number two عندي هنا طبعا اتله. انا اعتقد. one of third of the pilots are female. اعتقد ان تلت الطيارين. one third تلت الطيارين. طبعا pilots are female بيكونوا من الاناس. دي طبعا number two. number three عندي طبعا بالترتيب. عندي هنا. do you fly طبعا do you ever fly abroad? يعني هل سفرت للخارج? او هل سبق لك ان سفرت للخارج? do you fly? do you ever fly abroad? do you ever fly abroad? number three. ده طبعا ترتيب حسب المحادثة. طبعا number four عندي اعتله yes i have. yes i have. يبقى عندي هنا number four. عندي number four اعتله yes. yes. i have an overseas flight once a month. يعني انا لدي طبعا overseas. يعني رحلة عبر البحار. flight طبعا رحلة. once a month. يعني مرة. number four. قلنا yes i have an overseas flight once a month. يعني لدي رحلة عبر البحار مرة في الشهر. number five عندي عشان وقت الفيديو. do you fly? do you fly the plane by yourself? هل تقود الطائرة بنفسك? do you fly the plane by yourself? هل تقودين الطائرة بنفسك? يبقى هنا number five. number a? number five. number six عندي طبعا اعتله no. no i always have a co-pilot. لا انا دائما لدي مساعد طيار. co-pilot يعني مساعد طيار. number seven. طبعا اعتله اخر سؤال. do you like? طبعا. do you like being a pilot? do you like being a pilot? هل تحبين كونك طيار? do you like being a pilot? هل تحبين كونك طيار? فأعتله yes very much. نعم احبها كثيرا. نبقى هنا yes very much. yes very much. طبعا لترتيب المحادسة. اخر حاجة عندي في صفحة 19. look at طبعا. answer the question. انا بقول لي. is woman a chef? هل المرأة طاهية او طبخة? no she isn't. she is. او she is a pilot. يعني هي بتكون طيارة. حسب طبعا المحادسة اللي احنا قرناها دي. هي طبعا السيدة دي بتكون هل هي هل السيدة بتكون طاهية او طبخة? لا طبعا. no she isn't. يبقى نقول she is a pilot. يعني هي بتكون طيار. number two. سؤال لقول لك هل هي طبعا لديها مساعد طيار? نعم. does she ever have a copilot? yes she always has a copilot. نعم هي دائما لديها مساعد طيار. السؤال number three اخر حاجة في صفحة 19. بيقول لي عندي هنا. how often does she fly abroad? كم مرة هي تسافر الى خارج? إبقى she has an overseas flight once a month. يعني مرة في الشهر. كما عدد المرات يعني once a month. ممكن نقول once a month يعني مرة في الشهر. بس احنا نقول she has an overseas. يعني هي لديها overseas flight يعني رحلة عبر البحار. او رحلة جوية عبر البحار once a month يعني مرة في الشهر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. الى لقاء فيديو اخر بإذن الله تعالى مع تمنيتي بدوام التوفيق والنجاح. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.